مرحبا احبابي اليوم بدي اعمل انا وياكن طريق التحضير الكافتة بدبس الرمان قبل ما نبلش الطريقة بتمنى تعملوا شيروا لايك للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة لنبلش الطريقة مع بعض باسم الله الرحمن الرحيم اول شي عنا كيلو نص كافتة وملعة صغيرة يسمني دايبة طريقتها كتير سهلة وسريعة وجدا رائعة نحط السمنة السمنة بتعطي مكهة كتير رائعة بس عرفوا ايا سمنة تختاروا كمان نحط الكافتة نحط الكافتة بالصونية بعد ما مدينا الكافتة بالصونية هلا قمنا نقطعها بسم الله قمنا نقطعها مسلسات طريقتها وجبي هايدي الوجبي كتير سهلة وسريعة وأبدا ما بتاخد وقت بالتحضير بعد ما قطعناها بهذا الشكل هلا راح حط عليها ماء الماء منحطها بس تغتي الكافتة في هذا الشكل تغطي الكفتة شي بسيط كمان راحط عليها ربع ملعة صغيرة فلفل أسود كمان ربع ملعة صغيرة سبعة بهرات بعد ما حطينا البهرات وحط رشة ملح صغيري هلا بحطها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل كمان منا نعمل الرز للكفتة مع بعض حطيت هوني بالتنجرة حوالي أربع معالي طعام زيت نباتي وعنا كوب رز بسمتي غسلت الرز أكيد وصفيتهم هلا بحطهم فوق هيدا الزيت بعد ما غلوا الرزات وصار عنا ماء بالرز بهيدا الشكل شي بسيط هلا بغطي التنجرة وبخفف الغاز على الأخير على الواحد تركهم حوالي سبعة دقايق برجع بطف الغاز بعد ما طبخت الكفتة بالفرن حوالي ثلاثة ارباع الساعة هلا بحط عليها دبس رمان كمان بهيدا الطريقة بحطها دبس رمان عشان ينخلط كله مع المرقة مع الخليط برجع بحطها بالفرن تغلي خمس دقايق ومنطف الفرن هيدا الكفتة بعد ما طلعت من الفرن بأكد على القطع اللي المقصوصين منيح هيدا الشكل هولي الرزات كمان بنحط رز بسم الله بنحط قطعة كفتة هيدا شكل الكفتة واذا حبينا من هيدا المرقة بنشيل بنحط على الرز بهيدا الشكل وعا الكفتة هيدا المرقة ما بنرميها بنستعملها بهيدا الشكل بتمنى تكون الكفتة نالت اعجابكن وان شاء الله بشوفكن بالفيديوهات الجاي باي باي احباب قلبي موسيقى ترجمة نانسي قنقر